السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى هذا اللقاء الجديد من برنامج مقاصب ربما لا يوجد كتاب ديني حوى من الندب إلى التفكير والترغيب فيه والحث عليه كما في القرآن الكريم فالدعوة تتكرر إلى التفكر والتدبر بل إن القرآن ربط الإيمان في كثير من المواضع بالتفكير الذي ينبغي أن يوصل صاحبه إلى الحق ولكن ما التفكير عموما وما ماهيته في القرآن الكريم ولماذا حظ القرآن على التفكر وشدد على أهمية هذه الظاهرة العقلية هل التفكير وسيلة أم غاية وما الغاية من التفكير وكيف يمكن الإفادة من القرآن الكريم ومنهجيته في تطوير مناهج التفكير لدى المسلمين اليوم أطرح هذه الأسئلة على ضيف الحلقة الدكتور محمد طلابي المفكر الإسلامي المغربي أهلا وسهلا ومرحبا بكم دكتور شكرا برك الله فيكم بداية لا بد أن يعرف السادة المشاهدون ما هو التفكير وكيف يمكن تحليل الاشتباك الذي قد يتصوره بعض الناس في العلاقة بين التفكير والوعي والمعرفة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابتهم ولما بعد أولا تهيئة خاصة لقناة الرافدين وتهيئة خاصة لأستاذ جهاد أهلا وسهلا على هذه الدعوة الكريمة طبعا في ديننا وفي النص القرآني يميز بين التفكير والتدبر التدبر خاص بالنص القرآني والتفكر خاص بآيات الكون الآيات الكونية فالتفكر في الآيات القرآنية يسمى تدبر والتفكر في الآيات الكونية يسمى تفكر وطبعا هذه ميزة خاصة لا بد أن ننبه إليها أما قضية الفكر وعلاقته بالمعرفة والوعي هنا أيضا لا بد من أن نميز بين مفهوم الفكر ومفهوم الثقافة فالفكر وظيفته الإنتاج المعرفي والعلمي وغيره كل أشكال الإنتاج المعرفي موضوع الفكر الإنتاج وغايته بناء الوعي في حين الثقافة مهمتها وموضوعها توزيع الإنتاج وغايته بناء السلوك وهذا هو الفرق النوعي بين الفكر والثقافة الثقافة تنتج لنا المعرفة بكل أشكالها من المعرفة الشرعية إلى المعرفة المادية في العلوم الفيزيائية والكيميائية لكن دائما الغاية من ذلك وهو بناء الوعي عند هذا الكائن الذي استخلفه الله في الأرض اسمه آدم أو الآدمي أما التقافة فهي تأخذ ذلك المنتاج له معرفة وتقوم بالتوزيع له وفيش أشكال قد يتم عن طريق الرواية عن طريق القصة عن طريق الإعلام عن طريق النكتة عن طريق إذن فمهمتها توزيع المعرفة التي أنتجها الفكر وغايتها بناء السلوك هذا فرق لابد من الانتباع إليه في الفرق بين الفكر و الفهم التقافة إذن فالتقافة غايتها بناء الوعي والوعي لن يتم إلعى عن طريق رصيد معرفي يقين سواء كان هذا الرصيد معرفي في معرفة العلم الشرعي أو كان في معرفة العلوم الإنسانية أو العلم الإنساني من علم التاريخ عن اقتصاد و السياسة و انتروبولوجيا و الليسانيات أو كان معرفة يقينية من العلوم المادية كالرياديات والفيزياء والكيمياء هذا هو موضوع أو العلاقة ما بين الفكر والمعرفة والوعي لكن التفكير من حيث كونه ظاهرة دكتور هل هو النظر العقلي في الظواهر من حولنا أم هو عملية حسابية معينة يعني عملية التفكير نفسها كيف يمكن تعريفها وتقديمها التفكير ليس أكثر من شحد وتفعيل الطاقات والملكات الدهنية التي أوضع الله في هذا الكائن الذي اسمه الإنسان كملكة المراحضة ملكة التركيب ملكة التحليل ملكة النقب ملكة الحكم إلى غيرها من الملكات الموجودة عند الإنسان فطريا فهذه الأدات للتفكير لكن سنرى ربما فيه أن هذه الأدات ليست خالصة محدة فكل آدات من هذه الأدوات مثلا طاقة النقب طاقة الملاحظة طاقة التركير طاقة التحليل ملففة بمجموعة من المفاهيم والأعراف والثقافات الموروطة عن الماضي أو عن الأسلاف أو عن المحذر أو عن الإطلاع هذا سنبحاثه أيضا في مرحلة متقدمة من الحلقة لكن الملاحظ أنه في القرآن الكريم كتاب الله وكتاب المسلمين العشرات من الآيات تحض المسلمين على التفكر وعلى التدبر وعلى التفكير أفلا يعقلون أفلا يتفكرون يعني هناك تركيز حقيقي على هذه القضية لماذا برأيك دكتور؟ أولا في تقديري بأن هذا يجب أن يثير عند الانتباه إلى طبيعة المعجزة عند الرسول صلى الله عليه وسلم فمعجزة الرسول في تقديري تختلف نوعيا عن معجزة كل الرسول الأنبياء للسابقين كل المعجزة القديمة ما قبل القرآن كانت حسية بمعنى أن لإثبات أنه رسول ونبي ولإثبات أنه بأن الله موجود ومدبر هذا الكون يأتيه بمعجزة حسية ملموسة يراها القوم عند موسى وعيسى وغيره وتنتهي المعجزة الحسية بانتهاء ذلك الجيل وذلك الرسول أو ذلك النبي لكن معجزة القرآن الكريم ليست معجزة حسية فهي معجزة عقلية ما معنى معجزة حقي فهي لم تأتي فقط لقوم وجيل تنتهي المعجزة بنهاية ونهاية ذلك الرسول وهي معجزة مستمرة متمددة في الزمان وبالتالي فيه معجزة عقلية بمعنى أن الذي سيؤمن بالقرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قد يؤمن بعد 1500 سنة و2000 سنة أو مليون سنة لماذا؟ لأن القرآن تتفتق فيه المعجزة من خلال اكتشافة علمية ومن خلاله إعمال العقل وبالتالي فيه معجزة القرآن معجزة عقلية لذا يحط على إعمال العقل لأن بإعمال العقل بشكل سليم عند الآذي سماع وإن كان مسلم أو غير مسلم فإن ذلك ينتهي إلى إيمانه بوجودك خالق لهذا الكون إذن السر الأساسي في حتى القرآن والوحي على إعمال العقل لأن معجزة القرآن معجزة عقلية ويتختلف نوعياً عن المعجزات الحسية التي كانت درسة للسابقين ولذا فالعقل هو جوهر النص القرآن وفي تقدير أن كل ما وقرآن فهو عقلاني كيف هذا؟ كل ما هو قرآني فهو عقلاني بمعنى لا وجود لتعارض بين القرآن والمنطق المنطق الخالص لا وجود كل ما هو منطقي فهو شرعي وكل ما هو شرعي فهو منطقي في نص القرآن ما عاد المعجزات ربما؟ طبعا أنا نقول بأن معجزتنا معجزة عقلية بمعنى تتفتقها أنت ترى تتفتق يوماً بعد يوم كل يوم يكتشفون آية فيها إعجاز منطقي وإعجاز علمي مما يدل على أن معجزة القرآن ليست معجزة حسية كمعجزة موسى وعيسى هنا دعني أسألك يعني هذا مهم نقطة مهمة دكتور طبيعة العلاقة بين الإيمان والعقل وما حدود العقل هنا لن نخرج كثيراً عن الموضوع في سياق الموضوع ما دور العقل هنا في تحقيق الإيمان وكماله عند المسلم؟ بكل بساطة أقول لك حينما تعمل عقلك الخالص ستنتهي إلى الإيمان المطلق بوجودي مدبري لهذا الكون وأنا أعطيك الآيات وقد ذكرت أنت بأن القرآن لعلكم تعقلون جاءت في القرآن ثماني مرات لعلكم تتفكرون سبع مرات لعلكم تتذكرون ثلاث مرات بما نتجد بأن الغايات القرآنية جزء كبير من الغايات القرآنية جاءت من أجل إعمال العقل والتذكر والتفكر والآيات في النص القرآن التي تأتي في شكل سؤال بدون جواب كثيرة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطعت وإلى الجبال كيف نصفت فذكر إنما أنت مذكر لست عليم بمصيبك في تقديري بأن التفسير القديم لهذه الآية لم يعد يصلح هذه الآية في عمقها تريد أن تقول للرسول صلى الله عليه وسلم لأن الخطأ موجه للرسول صلى الله عليه وسلم لا تفرد عليهم الإيمان علمهم كيف يصلون إلى الإيمان لا تعطيني سمكا علمني كيف أصطاد السمك وما معنى كي علمني علمني كيف أطرح السؤال وأجيب وأصل إلى الجواب فحينما تطرح السؤال فهو نصف الجواب كما يقالون الفراهدي العالم وشيخ علماء الليسان العربي يقول العلم أقفال مفاتحها السؤال إذن في القرآن جاء ليعلمنا طرح السؤال وفي الدراسات والبحوت والدكتورة والمصر أول مكون من مكويمات البحث هو تحديد الإشكالية أي الجملة السؤالية أي الأسئلة المركزية للبحث عندها ثم تقوم بتقديم الفرديات طبعا السؤال ليس سؤالا شكيا كما يقول ديكارت يعني هنا الفيلسوف وحتى وإن كان الشكيا سينتهي إلى اليقين حتى وإن كان وأنا أأتي بقاعدة الإمام الغزالي هذا الفيلسوف العظيم حينما قال أول مراتب الشك أول مراتب اليقين بمعنى حتى الشك لن ينتهي بك إلى الكفر بل سينتهي بك إلى الإيمان لماذا؟ لأن هناك تطابق مطلق بين المنطق البشري وما بين النص القرآني فالنص القرآني يفيد منطق ويفيد عقلا بلا تردد لهذا القول يعني هنا جنابك كما لو أنك توحي وأرجو أن تصحح لي إذا كنت مخطئا بأن التفكير يعني هو غاية في نهاية المطاف طبعا هل التفكير غاية؟ طبعا غاية لعلكم تعقلون العلية في النص القرآني العلية يعني من أجل أن بمعنى بأجل أن تعقلوا من أجل أن تتفكر صحيح دكتور من أجل أن تعقلوا لكن النهاية العقل والتفكر هذا ينبغي أن يوصل إلى الإيمان في النهاية الغاية النهائية هي الوصول إلى الله سبحانه وتعالى طبعا نقول بأن غاية النص القرآني أيضا يمراتي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون غاية وسيلة وماذا؟ الخلق الخلق وسيلة والعبادة غاية وتأتي في آيات أخرى وتجد وعبدوا الله لعلكم تتقون وهكذا تصبح العبادة وسيلة لغاية أعلى منها هي التقوى ثم تأتي والتقوى لعلكم تشكرون فتصبح التقوى وسيلة لغاية أعلى وهي التقوى لغاية للعمل والعمران بما أن الغايات في النص القرآني هي أيضا متراكبة وبعضها يفضئ إلى بعض فحينما نقول بأن القرآن جاء من أجل تحقيق غاية التدبر والتفكر والتذكر فهي غاية ولكن هي تتحول إلى وسيلة في غاية أعلى منها وأرقى منها لتنتهي في تقديري إلى الاستخلاف فالغاية الكبرى للخلق هي الاستخلاف في الأرض ولكن هذا الاستخلاف يجب أن يكون مشحونا بعبادة الله ومشحونا بالشكر ومشحونا بالمقاس وغير من المقاس النقاط مهمة أشرت إليها لكن ينبغي أن نفكك ما قد يكون غامضا أو متناقضا عند بعض السداء المشاهدين قبل أن تقيد الفقرة الأخرى يعني أنت ربطت الوصول إلى الحق المطلق بالسؤال وحتى لو كان شكيا ليس عندك مشكلة في ذلك يعني لكن التفكير والعقل هو قضية نسبية وتختلف باختلاف الناس وثمت من الناس لا يملك القدرات العقلية الكافلة فكيف يمكن ربط الإيمان بالتفكير العلما أن الناس ليست على سوية واحدة في التفكير نعم صحيح أنا أقولك وهنا أقول بأن الإيديولوجيا لابد أن ندخلها ونحن نريد ونفكر بطريقة سليمة لأنني أنا أدعو إلى صحيح طرائق التفكير السليم عند المسلم المعاصر بمعنى أننا علينا أن نمتلك أدوات التفكير السليم الذي ينتهي بنا إلى إنتاج المعرفة السليمة وإلى اليقين السليم لأننا قد ننتهي إلى يقين وهو ليس يقينا هو وهما ولهذا نعم فهناك ما أسمي بالوعاء الأيديولوجي للتفكير ما معنى الوعاء الأيديولوجي دعوه وهو أن كثير من المفاهيم والقيم والمعتقدات تلف الطاقة الذهنية الفطرية في التركيب وفي التحليل وفي النقد وفي المشاهدة قد أرأنا الملاحظة ولأنها ملففة بكثير من الأحكام أصدر حكما على الظاهرة التي شاهدتها بطريقة تختلفه عن الحكم الذي أصدرته وأنت عليها لماذا؟ لأننا نختلفه في الشحنة الفكرية والتقافية والمفاهيمية التي تلف الطاقة الفطرية الأساسية وهي التحليل أو التركيب أو النقد أو الملاحظة ولهذا لا بد أن نقوم بالعمل على وهذا طبعا من مهام الصفو لأن أيضا قضية التفكير السليم ليست قضية مشاعة بسهولة أن يمتلكها أي واحد لا بد أنها تهم الصفو والصفو وهي التي تعطي العلم المعرفة وليس غيرها طبعا سأفسح لك في المجال للتفصيل في هذه القضية بعد الفاصل دكتور لكن قبل أن نذهب الفاصل لابد أن أسألك عن طبيعة التفكير والتدبر الذي حض الإسلام عليه وحث المسلمين عليه أو حث الإنسانية عموما عليه ما مهيط هذا التفكير؟ ما الذي يريده الله مننا أن نفكر فيه؟ أنا في تقديري بأن هذا غير ممكن إلا أن وضعنا أس عقيدة الإسلام ما هو ما هو الأس الذي تبني عليه كل الأسس؟ أنا في تقديري بأن عقيدتنا تنبني على أس مركزيين أسميه بالأبعاد الأربعة لإرادة الله عز وجل إرادة الله الكنية كن فيكون الكنية الكنية كن فيكون إرادة الله التكوينية هي خلق الكون وفق سنان جبرية من الضر إلى المجر مرون بالخلية إرادة الله الإنسية وهو خلق هذا الكائن المستخلف في الأرض العجيب والذي هو آية لوحده والذي يمكن أن أقول بدون مبالغة بأننا لم نكتشف من هذا الكائن لإسمه الإنسان لا ربما واحد في الألف إرادة الله الإنسية شيء وإرادة الله التدوينية لي الوحد بمعنى إرادة الله في أبعادها الثلاثة هذه يجب أن تكون المؤطر للتفكير وللتدبر وللتفكر في كل شيء إرادة الله الكنية بمن حينما تقع نحن نسير وفق سنان فإن لم نستحضر بأن الله قد يغير الكون ويفني الكون في اللحظة في أن لا لحظة بإرادة الكنية يكون فيكن فإننا نكون قد ارتكبنا خطأ وخللا في العقيدة إذن التدبر لا يجب أن يلغي إرادة الله الكنية والتفكر لا يجب أن يلغي إرادة الله الكنية ولكن أيضا التدبر والتفكر لا يجب أن يهمل إرادة الله التكوينية أي أن الله أيضا خلق الكون وفق سنان وعلينا الاحتكامل تيك السنان وعلينا الانضباط لتلك السنان في تقديري الانضباط للسنان جزء من عبادة الله ليس عبادة الله فقط الشعائر أيضا حينما يكون سنة في كيف تتحرك الضر كيف تسير الرياح كيف تتحرك المياه هذه سنن كونية جبرية علينا الانضباط إليها وتسخيرها في اتجاه الإيجابي لكن في تقدير بأننا ربما الآن المجتمعات الغير مسلمة هي المنضبطة لعبادة الله في السنن الجبرية هي القادرة على التسخير الإيجابي والانضباط للسنن فنحن في تقدير بأننا قد ضيعنا لغياب التدبر والتفكر في هذه الآيات وتسخيرها بشكل إيجابي ضيعنا عبادة الله عبر إرادته الكوينية وهذا مشكل عندما تتحدث عن التفكير وضعت الإرادات الأربعة كضوابط وكوابح للتفكير بحيث أنه لا يشذ الإنسان في تفكيره نعم طيب انطلاقا من هذه الدعوة القرآنية إلى التفكير والتركيز عليها أريد أن أسألك بحكم تخصوصك وقراءاتك الواسعة ومتابعتك هذا الموضوع كيف تعامل سلف هذه الأمة في صدر الإسلام والتابعين وتابعي التابعين وخصوصا في القرون الثلاثة الأولى لأنها هي النموذج والمثل للمسلمين كيف تعاملوا مع هذه الدعوة للتفكير وكيف انعكست على أخلاقهم وواقعهم المعاشية في الواقع إن عدنا إلى تراتنا الإسلامي الضخم عبر على الأقل أربعة قرون الأولى إلى خمسة قرون الأولى سنجيد بأن طريقة التفكير عند المسلمين يمكن أن نوزع على ثلاث دوائر كبرى أو ثلاث أنظمة في التفكير النظام الأول وهذا طبعا ليس هذه المصطلحات لي فهي مصطلحة أنتجها المفكر الفيلسوف المغربي محمد عابد الجبري حينما قال في دراساته للعقل المفكر العلماني المغربي نعم هو مفكر علماني قال في دراسة للترات بأن ثلاث أنظمة حكمت الترات أي طريقة التفكير ثلاث أشكال لطريقة نظام برهاني ونظام بياني ونظام عرفاني النظام البرهاني هو الذي اعتمد العقل خالص واعتبر العقل هو الأصل في المعرفة وفي تدبر وفي التفكير في النص وفي غير النص ربما المعتزي لا يقصد طبعا مدرسة الاعتزال مركزها وحتى الأشاعر لم يلغوا العقل فهما تمدوا أيضا للعقل مشكلة قوية ونظام بياني اعتمد النص فقط أي القرآن أي الوحي السيرة ونظام عرفاني اعتذر المعرفة عن طريق التصوف والشيع أي العقل الشيع والعقل الصوفي اعتمد المعرفة اللدنية التي تتم عن طريق الإشراق ففي تقدير الترات هنا كله تحكم هذه الأنظمة الثلاثة لكن النظام النظام البياني والعرفاني يمكن أن نقول مثل المساحة الكبرى النظام في المرحلة الأولى النظام البياني والبرهاني مثل المساحة الكبرى في طريقة التفكير وإعمال العقل وتفاعل العقل والنقل وتفاعل العقل والوحي لكن في المرحلة الأخيرة من تاريخ المسلمين طغى النظام العرفاني في صدر الإسلام وخصوصا في الخلافة الراشدة كيف قرأت وحللت واستنتجت ظاهرة التفكر وتعامل مع الدعوة القرآنية للتفكر عند الصحابة وخصوصا في الخلافة الراشدة في الخلافة الراشدة وفي القرن الأول بشكل العام يمكن أن نقول بأن الحضور النص كان قوي وحضور العقل كان قوي ولم يكن هناك أي وهب في أن العقل والنقل سيان وبأنهم توأمان ولدى تجد بأن كثير من القرارات التي اتخذت اعتمدت الشرع واعتمدت النص ولكن أيضا اعتمدت طرائق التفكيري السليم ولدى أعطتنا انطلاق بنيان حضاري الضخم فيما بعد لكن هنا نقطة مهمة قبل أن أذهب إلى الفاصل دكتور يعني ألحظوا من جنابكم التركيز الشديد على قضية العقل في التعامل مع الإيمان لكن هناك حديثة الإسراء والمعراج عندما أخبر بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه رغم أنها في ذلك الزمان كانت تتعارض مع العقل ظاهرا وباطنا إلا أنه سلم بها وشهد له بكمال الإيمان بسبب تسليمه من دون استيناد إلى العقل هنا طبعا أنا أولا كمسلم أقول بأنني أسلم بالوحي أسلم بي لا يمكن أن أتدبر هل هذا الوحي أي أن أخدعه للعقل غير ممكن فهذا الوحي وهذه معجزة وطبعا الذي يؤمن بالمعجزة لا يعني بأنه لا يعمل عقله بأنها معجزة حقيقية والمعجزة لا يمكن أن تؤمن بها إلا إذا أعملت عقلك فيها ما كان لموسى وعيسى أن يؤمنوا بلولا أنهم أعملوا حواسهم وعقلهم وتبين لهم بالفعل باعتماد العقل والمنطق والحواس أنها معجزة إذن فالعقل لا يغيب حتى في المعجزات العيسة أن العقل هو الذي يميز المعجزة على أنها معجزة تماما ويتقرر الآية دياله وعلمنا آدم الأسماء كلها أنا في تقدير قضية الأسماء هذه ما زال لم نفتح مغالق عبا الأسماء وفي تقديري بأن الأسماء هي ما نسميه الآن بالترميز فأعلى درجات ما أمكانك أن تدرس الرياضاية بدون الترميز لكل فعملية الترميز في تقديري هي عملية دهنية معقدة جدا يختص بها هذا الإنسان وحده وهي مدخل أساسي لإعمال العقل وطاقة العقل وغيرها ولذا نقول بأن العقل والوحي متطابقا متلازما ولا نخاف نحن من أي ثورة علمية آتية أو ثورة منطقية رياضية ستتبت المعجزة العقلية للنص القرآن وهو العقل أحد مناطات التكليف في نهاية الإسلام نعم دكتور وصلنا إلى الحديث عن قضية نسبية التفكير أو اختلاف التفكير باختلاف المجتمع إذا ما كان ذلك حقيقة ثم خصائص التفكير الإسلامي ومنهجية القرآن في طرح قضية التفكير لكن لو أذنت لي بعد فاصل قصير نذهب إلى فاصل قصير ونواصل الحوار بعد العودة نهاية الإسلامي نهاية الإسلامي أسعدكم الله هذه عودة لاستئنافي الحديث بشأن التفكير والمسلم المعاصر والحديث دائما مع دكتور محمد طلابي المفكر الإسلامي حياكم الله دكتور تحدثنا في المرحض الأولى عن التفكير وما هيته وأنه في النهاية غاية أولى مصلة إلى غاية كبرى وبالتالي التحول إلى وسيلة هنا نريد أن نتحدث عن القرآن عندما دعا إلى التفكير ما المنهجية التي قررها الإسلام في التفكير؟ المنهجية الأولى أول قاعدة من قواعد التفكير القرآني كما جاءت في النص القرآني الذربة على طرح السؤال تعلم طرح السؤال ولهذا تجد كثير من الآيات الأدلة بعض الأدلة من فضلك دكتور أفلا ينظرون إلى الإبلي كيف قلقت؟ هذا سؤال هل له جواب؟ لا جواب له والآيات بالعشرات أنا لم أحصيها التي تعطي سؤالا دون أن تجيب طبعا البيداغوجية من وراء هذا هو تفعيل الطاقة الذهنية في هناك لأن متى تستنطق أنت الظاهرة حينما تترح علي الأسئلة فلا يمكنك أن تستنطق ظاهرة وتفكي كجوهرة على اللبية عن قشرتها إلا حينما تترح علي الأسئلة حينما تترح السؤال فإنه يوحي لك إما بفردية جواب أو جواب وبالتالي السؤال مركزي في النص القرآن أول قاعدة في التفكير السليم وإعمال العقل من أجل التدبر في النص أو التفكر في الكون هو الذربة على طرح السؤال ولهذا قد أنا اقترحت على طلبة الماستر والدكتورة أنهم يقومون بدراسات وأطرحات فقط في سؤال القرآن فقط ستجدون العجب سنكتشف قارة أخرى وسنكتشف مع مكام أخرى ومواطن أخرى في النص القرآني لا يمكن اكتشافها بدون طرح السؤال وهل يمكن أن ننتج معرفته بدون سؤال لا إذا ندي القاعدة الأولى القاعدة الأولى القاعدة الثانية وهو إعمال أو يستحضار إرادة الله إرادة الله التكوينية بمعنى أن الكون والوجود قائم على سنن وعليك أن تعي بأن كل شيء يمشي وفق نظام وبالتالي السننية والجبرية في المادة الغائرة العاقلة يجب استحضارها لأنها ستعطيك إمكانية اكتشاف مكنونات تلك الذرة نظام المجرة نظام الخلية تمشي بنظام إذن مبدأ السننية وقاعدة السننية فيما يسمي بإرادة الله التكوينية علي أن يكون حاضرا بلو أقول لكم والسننية في النص القرآن في إرادة الله التدوينية في عملية التفكير في الوحي الوحي يوقع السنان لا يمكن اكتشافه مثلا حينما نقول فلا أقسم بالمواقع بمواقع النجوم هذه إن تدبرت فيه فلا أقسم المواقع ستجد بأن النجوم ليس فقط لا يقصد الكون حتى أنه نزل منجما أي الآية بين الآية والآية نجمة فكل الآية بين النجمتين وإن أضفت فقط كلمة وراء النجمة ستخل بالنص القرآني وبنظام لابد من السننية في الإرادة التدوينية والسننية في الإرادة التكوينية في الكون لابد أن تكون حاضرة ونحن نريد أن نتفكرة بطريقة سليمة نعم تالتا وهو أن الضواهر في النص القرآني تقوم على التنوع مبدأ التنوع ونقول سبع المتاني في النص القرآني لا تعني الفاتحة كما راجى في التفسير السبع المتاني في تقديري بأن كل آية في النص القرآني وكل آية في الكون قد نجد معاني سبع لها مطويات متنيات سبع ولهذا الصوت سبع نوطات اللون سبع أطياف عنق الزرافة سبع فقرات عنق الفقر سبع فقرات بمعنى رقم سبعة في تقديري مهم جدا كباسورد ككود لم نكتشفه لم نقم بهذه القضايا ثم في طرق التفكير التي جاء فيها النظر وهو إعمال قاعدة الغاية بمنى التفكير إن لم تكن له غاية فليس تفكيرا سليما تفكر لماذا؟ هل فقط تفرد من أجل التفكير وتنتج العلم من أجل العلم وتنتج المعرفة من أجل المعرفة لا الكون قايم على غايات الله خلق الكون من أجل غايات وقدم لنا الوحي من أجل تحقيق تلك الغايات إذن الغاية قاعدة مركزية في التفكير السليمي عند المسلم لا بدان يعرف ما الغاية من الوجود أو الأول سؤال ما الغاية من الوجود؟ لماذا أنا وجد؟ وطبعا أنا نظلم بأن في في خريطة الغايات في النص القرآن على الأقل 15 إلى 18 غاية مركزية علينا أن تكون حاضرة ونحن نريد أن نفكر بطريقة سليمة تحدث ما يسمى بالاستخلاف الراشد الذي أوكلت مهمته لهذا الكائن الذي اسمه الإنسان هذه بعض القواعد وإلا في القواعد كثيرة من أجل أن نفكر بطريقة سليمة أن نفكر بقاعدة أيضا وسطية الوسطية في النص القرآني مفهوم قرآني عظيم لا بد أن نستحضره بمعنى لا إفراط ولا تفرط في كل شيء يجب أن يكون إحدى الضوابط في التفكير السليم عند المسلم الوسطية الوسطية في كل شيء حتى في العقيدة حتى في تصور ذات الله عز وجل لا يجب أن نفرط أو نفرط في ذات الله كما هي هي يجب أنه بمعنى بمقدار المقدار وكل شيء عنده بمقدار المقدار وقاعدة أساسية بمعنى الديمقراطية الزائدة تنتهي إلى الفوضى وقلة الديمقراطية يؤدي إلى الاستبداد كل شيء بمقدار في المقدار مفهوم المقدار مفهوم الحدية مفهوم الوسطية مفهوم الزوجية ومن كل شيء خلقنا الزوجين إلا عليكم تتذكرون مفهوم الزوجية لا نشغلوه نعم مفهوم الوسطية لا نشغلوه مفهوم الزوجية خطير جدا هذا المفهوم القرآني الذي يساعدك على التفكير السليم أنت قلت أن مفهوم الزوجية ومفهوم الوسطية لا نعملهما في حياتنا هنا قفزت معي إلى السؤال الذي كنت أختزنه لك وهو في واقعنا المعاصر كيف ترى طرق طرائق أو طرق تفكير المسلمين وما مدى العلاقة بين هذه طرق التفكير عند المسلمين اليوم وبين واقعهم الذي يعيشونه ما الأساس أقول لك بأن الجهاز المفاهيم القرآني المركزي الذي يؤطر عملية التفكير الراشد لأن المسلم مغيب عند الصفوة المفكرة ما معنى ذلك؟ بمعنى عند علمائنا ومفكرين ودعاتنا ما زالوا لم يشغلوا بعد الجهاز المفاهيم القرآني الضروري للتفكير السليم مثلا أعطيك مثال نتكلم عن التسخير في النص القرآني كثير هل عندنا نظرية في التسخير؟ لا وجود لا ما معنى التسخير عندنا مهوم الإحسان مركزي اختزلناه في النفقات فقط في حين الإحسان يمكن تبني عليه صرح فلسفي بأكمله الإحسان الذي غايته الإتقان وغايته الجمال وغايته الكمال وغايته هذا هو الإحسان بيعنا نبني عليه رؤية فلسفية كاملة هذا المبدأ القرآني لا وجود لا عندنا في التفكير تسخير له أخطر من أخطر المفاهيم الذي يشغل العالم الغير المسلم الغرب ماذا يفعله الحضارة المسلمة؟ هي تسخير القوانين ولكن نحن لم نشغل مفهوم القرآني من أجل أننا نسخر هذا المفهوم في نظرية هي مبدأ الوساطية أي التفكير بنقضي مفهومين بالضاد نقضي مفهومين مفهوم الإفراط ومفهوم التفرير هاتجوج مفاهيم في تقديري بأننا لم نتخلص منهم بعد ولهذا نجد كثير من التطرفات عندنا ومدارس العلمية متطرفة ومدارس علمانية متطرفة وفكر سياسي متطرف وعنف وإرهاب وقتل وجريمة نتيجة ماذا؟ إما فقه متطرف أو فكر متطرف أو فكر سياسي متطرف لماذا؟ لأننا نشغل المفاهيم القرآنية المركزية مفهوم الوساطية مفهوم التوازن مفهوم الزوجية مفهوم مفاهيم القرآنية مركزية غائبة في التفكيرين برأيك ما هي الأسباب الجوهرية لعدم إعمال جهاز المفاهيم المركزي في القرآن كما أسميته؟ سببا السبب الأول وهو أن نغارقون في التورات حتى القنة من قنة الرأس إلى خموس القدمي بمنى أننا لا نقوم إلا بترداد ما أنتجه كبار علمائنا في الغاصر الوسيل وكل ما أنتجه العلماء هو أجوبة على إشكالية عصرهم كل ما أنتجه هو أجوبة على إشكالية عصرهم نحن غارقون في التورات ولا نفكر بل نحن نترك ما فكر فيه الأجداد السلف باعتباره هو التفكير الأسبق هذا الخالة الأول الخالة الثاني بأننا غير منفتحين على ما أنتجته العلوم أو المعارف العصرية اليوم ليس عندنا قواعد العلوم الإنسانية غير مدركة غير ملمينة بقواعد العلوم الإنسانية وضوابطه في علم التاريخ وعلم الاقتصاد وعلم السياسة وعلم التربولوجيا والليسانيات أي ما أنتجته البشرية اليوم من جهاز مفاهمي منهجي مهم قد يفيدون في فهم وفك مقالق كثير من القضايا إذن فنحن مغتاربين في التراث وجزء مننا مغتارب في التراث الغربي وجزء مننا لا يريد أن ينفتي على التراث الغربي بالتمام وهذا يؤدي بنا لتضييع الجهاز المفاهم الأساسي الموروط من الماضي الذي علينا انتخابه والجهاز المفاهم موروط من الحضارة الحديثة لتوليفه في جهاز مفاهمي جديد تحت الجهاز المفاهم القرآني عند فتح قدري سوف نبدأ ننتج معرفة الراشدة وسوف نصل إلى بناء الوعي الراشد وسوف نصل إلى بناء السلوك الراشد والعمراني الراشد أنت لقى من المعيار التفكيري المعيار التفكيري ظاهرة العقلية كيف تفرق بين المسلم المعاصر وأسلافه من المسلمين الأوائل المسلم السلف صالح فأعمل العقل بشكل قوي وأبدع وأبدع أبدع في أصول الفقه أبدع في علم الأصول في علم الفقه أبدع في علم التاريخ أبدع في الأدب أبدع في الرياديات أبدع في الفلك أبدع في الطيب أبدع لماذا؟ لأنه أعمل العقل ولكن من خلال التقطير القرآن التقطير الوحل وأبدع وأبدع حضارة وهذا الفرق بينهم وبينهم أبدعوا ونحن لا نقوم إلا باجترار ما أبدعوه لكن إذا جاءك دكتور محمد إذا من يقول لك بأنه في الاستقراء مراحل التاريخ الإسلامي بأنه عندما مثلا بدأ الصحابة والخلافة الرشيدة كان إعماد العقل بشكل مبسط ومقتصر على النواحي العقدية والنواحي الفقهية وكانت فكرة الإسلام حاضرة وقوية في النفوس بينما في الخلافة الأموية والخلافة العباسية كان هناك تناسب عكسي كلما ازداد الاعتماد على العقل والفكر والحضارة بشكل بعيد كلما بعدوا عن النص وعن الوحي وعن صفاء الفكرة الإسلامية فماذا يمكن أن تجيب عن هذا التساول؟ أنا لسه معد أنا أقول بأنه لم يتخلى أحد عن دستور الأمة في كل الخلافات التي تمام الخلافة الراشدة والخلافة التابعة لها لم تتخلى عن دستور الأمة ألا وهو الشريعة لم يكن حاكم مهما كان مستبدا لكن وقع الاضطرابات ووقع الاختلاف ووقع الفساد بشكل أو بيأخر طبعا ووقعت الاضطرابات حتى في أقرب فترة من الخلافة الراشدة وفي عهد الخلافة الراشدة وقتل عثمان رضي الله عنه وقتل عالي بمعنى أنه ليس بعيدا فقضية الفتنة هذه تقديري ذاتبوع سياسي ذات أطماع سياسية بين المسلمين في بينهم لكن أنا أقول بشكل عام ظل الإسلام دستور الأمة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن سقطت الخلافة العثمانية سنة ألف سمية وثلاثة وعشرية وربع وشرية وقع شرخ واحد في التاريخ الإسلامي أن الدستور لم يعد دستورا واحدا حتى حينما ظهرت الخلافة الأموية في الأندلس وظلت الخلافة العباسية في المشرق ظلت الوحدة الدستورية قائمة الكل ينضبط لدستور الأمة ألوى وشرى الله فقط حينما ظهرت الدولة الفاطمية يمكن أن نقول واقع شرخ عمودي في المرجعية الكبرى للدولة فلم تعد مرجعية عندما ظهرت دولة العبيدية في مصر عبيدية في شمال إفريقيا ومصر عندما يمكن أن نقول واقع شرخ عمودي بين المسلمين ولم تعود هناك وحدة دستورية أما تاريخ المسلمين كله كانت رغم تعدد السلاطين والمماليك وغيرها لا أحدا تجرع أن يخرج على دستور الأمة ألوى أو الشريعة الإسلامية فهذا في تقديري أمر تاريخي لابد أن ننتبه إليه حتى لا نقول بأننا كنا أشتاة وفوتاة نعم اصطدموا حول السلطة ولكن لم يتخلى أحدنا الدستور هذه ظاهرة لابد أن نلم أما فيما يخص عمال العقل في تقديري بأن إعمال العقل بدأ منذ الرسول صلى الله عليه وسلم منذ هذا بل هو الذي علمنا كيف نعمل العقل ولهذا كان دائما يستشير صحابته في كل شيء ممن نستشاره هو إعمال العقل كيف نحل هذه القضية كيف نقيم هذه المعركة بمعنى إعمال العقل كان حاضر بشكر قوي منذ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا لأن معجزته؟ معجزة القرآن معجزة عقليا أعتبره معجزة عقلية وليس معجزة حسية فلو كانت حسية لآمن به قومه ولكن نحن الآن لسنا ملزمين بأن نؤمن به لأننا لم نرى المعجزة الحسية ولكن لماذا الآن الناس تعودوا إلى الإسلام من اليابان إلى الولايات المتحدة؟ لأنها تتفقطق معجزة العقل هذه معجزة القرآن هذه من خلال الإعجاز المنطقي والإعجاز العلمي الذي يظهره كل مرة في آياتين أو آياتين وثلاثة وهكذا إذن فالعقل حاضر باستمرار وازداد طبعا بأننا اعتمدنا أو أننا استفدنا من التراث الغربي الإغريقي بالخصوص الفارسي الإغريقي بالخصوص الذي أعمل العقل وأعمل فعلمان اعتمدوا المنطق الأرستي بشكل قوي حتى في بناء أوعد اللسان العربي اعتمدوا المنطق الأرستي وليس هناك عيب أن تأخذ إنتاجا إنسانيا اسمه المنطق الأرستي وتشغله إما في بناء علم الأصول أو علم الفقه أو علم اللسان أو غيرها ليس عيبا فكنا منفتحين بالعكس كنا منفتحين على حضارة القرآن إبن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أقاد الدولة وأدارها بنظام الدواوين الفارسي وباللغة الفارسية وليتم تعريب نظام الدواوين إلا بعاد عبد المارك بن عمر وآ لكن هذه كانت إجراءات إدارية وليس منهجا عقليا يعني بقي حافظ عمر رغم هذه الوسائل والشكليات التي استعان بها من الفرس لكنه حافظ على إذا صحت تعبير المنهج العقلي القرآني أكيد أنا أظن بأن العقل القرآني هو عقل إنساني وليس فقط عقل مسلم بمعنى أنه يتطابق ويتوافق مع المنطق العقلي عند كل البشري وعند كل الشعوب وبالتالي لا يمكن أن نقول بأنه هناك عقل أو منطق أو عقل منطقي خاص بالمسلم غيره العقل الإسلامي عقل عالمي طيب دكتور أنت اتهمت المسلمين اليوم بأنهم لا يعملون جهاز الفكر المفاهيمي في القرآن الكريم وأشياء أخرى من هذا القبيل وربما يوافقك كثير من المفكرين في هذا لكن السؤال هو المسلمون اليوم يعيشون إذا صح التعبير خواءا روحيا بمعنى أنهم إلى حد ما بعيدون عن العقيدة الإسلامية الصافية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بشهدة كثير من المفكرين والكتاب الإسلاميين ويعيشون خواءا حضاريا ضعفا حضاريا إذا منطلقوا في التفكير وأعملوا الجهاز المفاهيمي القرآني ما الغاية أو ما المقاصد التي ينبغي أن ينتهي إليها إعمالهم تفكيرا رأسنا أقول لكم يجب أن تكون الغاية وضع خريطة غايات العمل الحضاري للمسلمين في القرى الـ 21 بمعنى كل ما سنقوم به ونتدبر وإعمال العقل والمفاهيم القرآنية يجب وإعمال المفاهيم الحديثة والسيعابها من طرفنا يجب أن ينتهي لأننا نضع رسالة لنهض الحضاري في القرى الـ 21 لأمة الإسلام هذه الرسالة تطلب تحديد غايات لها لأن غايات العمل الحضاري ليس هي غايات العمل القرآني وطبعا هذا لا يدى أن يؤدي إلى التوافق بين غايات العمل القرآني التي جعلنا أجلها وهي متدة في الزمان وعابرة للأقوام وعابرة للتاريخ وما بين غايات العمل الحضاري التي تهم مرحلات طارقية الجواب رأسا يجب أن يكون هدفنا اليوم هو تحديد خريطة غايات العمل الحضاري للمسلمين في القرى الـ 21 باعتبارها خطة يتم تنزيلها بالتدرجة تنتهي بعودة الأمة إلى شهود الحضاري من جديد لكن ليس قبل إعادة اللحمة ما بين المسلمين وعقيدتهم أليس كذلك؟ وهذا غاية هذه إحدى غايات ربما تكون الغاية الأسية طبعا هذه غاية أساسية أنا أقولك بأن الغاية كلها يجب أن تكون تحت مظلة خريطة القيم القرآنية المركزية لأنه ألخصه في خمس حزم كبرى حزمة قيم الإيمان حزمة قيم الأخوة حزمة قيم العمران حزمة قيم الآدمية حزمة قيم الضمير هذه الخريطة القيمية المركزية المستمدة من روح النص القرآنية علي أن تكون المظلة لكل هذا وإلا لا قيمة أن ننهض ولكن أن يكون نهضنا بعيدا عن غاية النص القرآني وبعيدا عن القيم المركزية للنص القرآنية لا قيمة لا نحن لا يمكن أن نعيش ونحدي الشهود الحضاري رقم اثنان إلا إن كان تحت مضلة الخريطة القيمية الإسلامية وتحت الغايات الحضارية التي تتوائم وتتوافق مع غايات النص القرآني وأيضا تتلائم مع حركة التاريخ وروح العصر للقرن الـ 21 بمعنى لا بد أن تكون من غاياتنا المطابقة بين روح الدين أي الوحي وما بين روح العصر وهذه عملية تفكرية وتفكيرية وتذبورية خطيرة جدا ولا يقوم بها إلا السفوع ثمت من المفكرين من قال إن هناك تصادم وجودي بين قيم القرآن وبين الحداثة وروح العصر هذا إلى أي مدى تتفق مع هذا الكلام؟ والله ينادي لا يعرف شيئا عن الحداثة ولا يعرف شيئا عن القرآن بكل بساطة هل الحداثة تتعارض مع القرآن؟ نعم تتعارض في بعض المتوين طبعا أنا أقول لك آراء مفكرين ليسوا إسلامين مفكرين علمانيين يعيشون في الغرب من العرب ومثل وائل حلاق صاحب كتاب الدولة المستحيلة هذا في تقدير إليه فهم حتى الحداثة الحداثة أعطيها لك باختصار إن كان ما زال وقت الحداثة مكونات ثمانية المكون وسأريك أين التعارض المطلق مع الحداثة وأين إمكانية التطابق وأين إمكانية التكامل المكون العقدي للحداثة أو المكون الفلسفي للحادثة المادية هذا عندنا فيه تعارض مطلق مع دينينا نحن نؤمن بالغيب والمادية ترفض الغيب وتنكره المكون تنظيمي للحادثة العلمانية أي فصل الدين يعني الدولة فصل الدين يعني السياسة هذا أيضا عندنا فيه تعارض مطلق لأن العلمانية أصيلة في الغرب لأن بالفعل كان ضرورة إبعد كنيسة والدين لأنه تسبب في تكور الحضاري لأكثر من عشر قرون في الغرب وأنتج ما يسمى بعصر الظلمات في نفس اللحظة الذي كان الإسلام في الشرق يبني حضارة عملاقة إذن هل يمكن أن نبعد دينا بنى حضارة؟ نعم أبعدنا دينا لأنه هدم حضارة لكن هل يمكن أن نبعد الإسلام لدي بنى حضارة؟ فرق كبير ولهذا العلمانية العربية بئيسة وشقية لأنها لم تقم بدراسة علمية لسيرورة التاريخ الأوروبي وسيرورة التاريخ الإسلامي يعني الإسلام لم فقط يبني حضارة وإنما صنع وأحيى شعوبا العرب كانوا على هامش التاريخ وصاروا سادة التاريخ وليس فقط عرب وليس فقط عرب كل الأقوام التي أدت شكل من أمة واحدة وطنا واحدا وأخوة واحدة وهل يمكن أن نقول بالعلمانية في البيئة العربية والإسلامية؟ هذه كارتة سياسية وكارتة حضارية أن العلمانية تحل في وسطها بل حلت فينا أكثر من قرن من الزمن ماذا حدثت؟ كوارث حيث البعث العراقي والسوري والاشتراكيون اليمنيون وفي الجزائر وليبي كلهم كانوا علمانيون هل أحدثوا لنا نهوضا؟ بالعكس لم يحدثوا إلا الاستبدادة والفساد إذن العلمانية غير خطأ وخلل كبير وخطأ استراتيجي أننا نقول بإمكانيتها نعم الآن أنا أقولك في بعض البيئات التي وقع فيها سراع الطائفي بشكل قوي يمكن الحديث على إمكانية أن نعود إلى العلمانية لحل بعض الإشكالات الشرسة ما بين الطوائف هذا ممكن هذا الممكن لو أذنت لي دكتور هذا الممكن أريد أن أبحثه معك بعد فاصل أخير لو أذنت لنستكمل حلقتنا بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلاً وسهلاً بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم دكتور محمد إذا ما كان المسلمون بحاجة إلى تطوير تفكيرهم أو تحديثه كيف السبيل الأمثل إلى ذلك؟ رأسنا أقول لك من منظور إسلامي طبعاً من منظور مسلم رأسنا أقول لك علينا مراجعة التراث الإسلامي والقيام بعملية نقض بالدال ونقض في بعض الأحيان بالضاد من تراثنا وطرحي والانتخاب الجهاز المفاهم الأكثر عقلانية والأكثر قيمة إنسانية والأكثر إسلامية نستعيره من تراثنا ونقوم بنقضي ونقضي التراث الغربي للحداث الغربية ونستعير أيضاً الجهاز المفاهم الأكثر تقدم وعقلانية وإمكانية التطوير لشعوبنا والإنهضاتنا في كل العلوم ونقوم بالتركيب والزواج بين الجهاز المفاهم التراث الإسلامي وجهاز المفاهم التراث الحداثي تحت مظلة الجهاز المفاهم القرآن معذرة دكتور لماذا تركز كثيراً على ضرورة المزاوجة بين القيم القرآنية وقيم الحداثة هل هذه المزاوجة هي قضية قدرية لابد منها أم يمكن أن نستقل كمسلمين مثلاً بمفاهيم حضارية وبحضارة جديدة مستقلة عن الحداثة التي في النهاية إذا ما استثنان بعض الجوانب المادية لم تقدم للبشرية إلا الدماء كما يقولوا كثيراً من المفاكرين حتى الغربيين لا أبداً الغرب ليس كله دمار الغرب في تقديرك طفل يكتس كسوة وصخة علينا برمي الكسوة الوسخة لهو الغرب الغازي المدمر واحتضان الطفل البريء ألوى والغرب الإنساني والغرب العقلاني والغرب العلمي فهناك فرق في الغرب الغرب ليس غرباً واحداً بل أن حضاراتنا مزدهرت إلا بعد أن فتحت على حضارة اليونان وحضارة الهين في العصر الوسيط وأخذت منها أهم أنتجته من قيم مثل المنطق الأرسطي المنطق الأرسطي هو إنتاج عقلي سامي جداً ما كان للمسلمين أن يتقدموا لو لم يستوعب المنج الأرسطي لهو إعمال منطق العقل عدم التناقض ففي تقديري بأن قضية الاستعارة من التراث الغربي أصبح ضروري كما أن الغرب استعارة مننا حضارة نوى مفاهيم نوى تقدم ولكن أعطاها طابعاً علماني إحنا أيضاً يمكن أن نأخذ الجهاز المفاهيمي في علم الاقتصاد في علم السياسة في فلسفة المستقبل في فلسفة التاريخ في الليسانيات الجهاز المفاهيمي ونستعيره منهم وندمجه مع ما عندنا من جهاز مفاهيمي قوي موروط عن التراث ولكن تحت مضلة المفاهيم القرآنية عندها في تقديري سوف ننتج معرفة قوية وسنحديث ما أقوله بالعصر التدوير رقم 2 عصر التدوير الإسلامي رقم 2 العصر التدوير الأول استنفذ مهامها العصر الثاني يجب أن نبدأ في وادي من مهام السفر العصر التدوير الأول هو مع جمال الدين الأفغاني ومحمد عبد لا عصر التدوير الأول هو التراث التراث نعم طيب دكتور سؤالي الأخير هو إذا ما قام المسلمون بتحديث طرائق تفكيرهم ومزاوج بين القيم القرآنية الكبرى وقيم الحداثة على ما افترطته جنابك ما الأسس التي ينبغي أن ينطلق منها في هذا العمل القاعدة الضامنة لهذا حتى لا نتيه حتى نظل مسلمين وننتج حضارة بروح الإسلام كما الغربيون استعاروا منا وأنتجوا حضارة بروحهم هو النص القرآني وهو قواعد النص القرآني هي التي سوف تضمن لنا إمكانية السير السليم فقط هذا يتطلب ماذا؟ اكتشاف القارة الضخمة للنص القرآني فنحن لم نكتشف من النص القرآني إلا شبر أو شبرين ما زال النص القرآني كله مغلق من الذي يحدد قواعد التعامل مع النص القرآني؟ الصفوة الصفوة يجب أن تبدأ نعم الصفوة القديمة أبدأت في قواعد في التفسير وغيرها وغيرها في تقدير نحن يجب أن نراجع تلك القواعد وأن ننتج قواعد أخرى لأننا ننتج طورة منهجية أكبر منهم بألف مرة نحن نعرف فلسفة الطاريخ وعلم الطاريخ ومنها يجعل البحث في علم الشيما وعلم النفس والانترابولوجيا نحن نمتلك طروة منهجية ضغمة جدا ليس للسلف منها إلا واحد في الألف إذن لماذا نحن نظل غارقين فقط أن ماذا قال فلان في القضية؟ لا يمكن أن يقول أنت الذي يجب أن تقول وإلا فإن هذا الدين ليس صالح لكل زمان ومكان لكن القول بتغيير قواعد التفسير وقواعد التعامل مع النصص القرآنية هذه دعوة جديدة ربما ندعو إليها ندعو إليها لماذا؟ لأن هذا اجتهاد بشري تلك القواعد هل هي وحي؟ فهي اجتهاد من علماء ونحن أيضا يجب أن يكون لنا علماء يتجاوزون علماء الماضي طبعا علماء هنا في الماضي كانوا عمالقة وابنو خلدون كان عملاق هل يمكن اليوم أن نأتي بالجهاز المفاهيم عند ابنو خلدون في علم الاقتصاد والاجتماع ونفسر به البنية الاقتصادية العالمية الرأس ماليا؟ لا يمكن لا بد أن نستعرى مفاهيم من علماء الاجتماع في الغرب ومن ما أنتجه علماء الاقتصاد في الغرب وأيضا نكيفه وفق عقيدتنا ومقاصد دينينا وأنا أيضا لا بد أن أستعرى منك هذه الثواني التي بقيت يعني وصلنا إلى ختام هذه الحلقة أشكرك على هذه الإفاضة دكتور محمد عزائي المشاهدين أشكر دكتور محمد طلابي المفكر الإسلامي على هذه الإفاضة نرجو أن نكون قدمنا في هذه الحلقة النافعة والممتع شكرا لكم على كرم المتابعة وحتى نلتقي في لقاء المقبل تقبلوا التحية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر